أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تتسم به مملكة البحرين من نسيج مجتمعي متماسك عزز من قوتها ومكانتها واجعلها نموذجا يحتذا به في نشر قيم التسامح والاحترام والترابط الاجتماعي هذا وأشهد سموه بتلاحم وتعايش أبناء البحرين الذي يعكس القيم المجتمعية الأصيلة التي يؤكد عليها دائما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزيرة الداخلية وفضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصور نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية وعددا من أصحاب السمو والسعادة من كبار المسؤولين وذلك بمناسبة ختام موسم عاشراء حيث ثمن سموه الإشادة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بجهود الحكومة خلال موسم عاشراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقاومات لهذه المناسبة كما نوه سموه بالدور الذي قامت به الوزارات والمؤسسات الحكومية في تهيئة كافة أسباب النجاح لموسم عاشراء وما أثمر عنه التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف الجهات من مواصلة نجاح تنظيم هذه المناسبة في كل عام من جانبهم أعرب أصحاب المعاني والسعادة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل ما من شأنه تسيير وتسخير كافة السبل والإمكانيات لإنجاح موسم عاشراء اشتركوا في القناة